كابتن سيد عبد الحفيظ بيطلب من مسؤولي الوداد المغربي تخصيص مدرج كامل لجمهور النادي الاهلي اللي هيكون موجود وراء فرقيته وهيؤازر فريق النادي الاهلي من الملعب ان شاء الله احنا عارفين ان الدخول وزي ما كان قال لنا سفير المصري في المغرب من يومين في برنامج المدرج قال لنا في متابعة الموضوع والترتبات الخاصة بحضور الجماهير ان الدخول هيكون بجواز السفر الخاص بكل المصريين اللي عايزين يحضروا اللقاء ان شاء الله واللي مسافرين مع النادي الاهلي وان شاء الله يا رب يكونوا خير عاون للنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ طلب ان يبقى فيه مدرج كامل عشان يوفر الحماية الكاملة لجمهور النادي الاهلي المسافر مع فرقيته عشان ما يكونش فيه احتكاك بينه وبين اي من جمهور المغرب ما يكونش قاعد في وسطهم اي ما يكونش فيه حواليه جمهور مغربي طبعا اشقاء وكل حاجة بس الماتش وحساسيته واللقاء النهائي والكلام ده كله فممكن يحصل فيه اي شد عشان كده كابتن سيد عبد الحفيظ طلب ان يبقى فيه مدرج كامل مفصول لجمهور النادي الاهلي